اشتركوا في القناة نؤكد أنه بتعاونكم معا سنسير نحو القضاء بإذن الله على الفيروس والتعافي التام منه والحفاظ على صحة وسلامة الجميع اتخذت مملكة البحرين خطوات متقدمة وهامة على صعيد التعامل مع ملف التصدي لفيروس كورونا في كل مرحلة من مراحله بما يسهم في التغلب على الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق المناعة المجتمعية التي لطالما شدد عليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وذلك من خلال الإقبال على التطعيمات ومنها الجرعة الثالثة المنشطة لما لها من أهمية كبيرة في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وبالتالي تحقيق المناعة للمجتمع لتفادي حدوث الأعراض الشديدة وتوفير طوق الحماية من الفيروس والسلالات المتحورة منه ندعو جميع البالغين من العمر 40 عاما فما فوق بالمبادرة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من خلال تطبيق مجتمع واعي أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.ph الفريق الوطني طبي دعا في آخر مؤتمر صحفي له الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق لمواصلة الإقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه بما يسهم في تحصين المجتمع وتكوين المناعة المجتمعية حتى القضاء على الفيروس حيث تم خفض مدة الجرعة المنشطة إلى شهر للحاصلين على جرعتين من تطعيم سينوفارم كما سيتم في تاريخ 31 من أغسطس عام 2021 تغيير لون الشعار في تطبيق مجتمع واعي إلى اللون الأصفر بشكل تلقائي تنبيها لضرورة أخذ الجرعة المنشطة فإجمال عدد المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة من البالغين من العمر 40 عاما فما فوق ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها يبلغ 250 ألف شخص تم تطعيم 105 ألاف منهم فالهدف الذي وضعه الفريق الوطني الطبي نصب عيني هو استكمال تطعيم 95 ألفا للوصول إلى نسبة التطعيم المستهدفة لهذه الفئة وهي 80% وذلك بهدف تعزيز المناعة المكتسبة لديهم وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم القرار الذي اتخذ الفريق الطبي كان مبني بهدف حماية فئة عزيزة علينا من خلال تكثيف النشاط التطعيم لهم عبر تعزيز المناعة المكتسبة من خلال الجرعة المنشطة ما يخفى عليكم احنا مر علينا اكثر من شهرين ونص من بداية الجرعة المنشطة ولله الحمد شفنا النتائج الإيجابية الأولية إلى هذا استخدام من نوع التحصين اللي يزيد من مناعة جسم الإنسان في الظل تقيرات المستمرة لفيروس الكورونا الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يضع مصلحة وصحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى عند مراجعة جميع البيانات وجميع القرارات والتي على أساسها تعطى التوصيات المناسبة وبناء علينا نود التنويه بضرورة دفع جميع دعم جميع وكافة هذه القرارات للتصدر عن الفريق الوطني الطبي لأنها تهدف في النهاية للحفاظ على الصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ومهم جدا أن نشكر هنا جميع المواطنين وكافة المقيمين الذين أقبلوا على التطعيم وأقبلوا على أخذ الجرعة المنشطة والتي من أجلها يسهم في تقليل حالات والقضاء إن شاء الله على جائحة كوفيد-19 الجهود الوطنية الطبية تسعى خلال هذه الفترة إلى تحقيق نسبة تطعيمات عالية من الجرعة المنشطة لتحقيق الأهداف المنشودة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التقليل من مسؤولية الأفراد الذاتية فهي حائط الصد الأول وذلك من خلال زيادة الوعي بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في سبيل البناء على ما تحقق من نتائج طيبة في ملف التصدي لجائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر